فتعالى نفكر مع بعض شوية أول حاجة المشكلة العظمى في كرة القدم المصرية المشكلة اللي مفيش إدارة للتحاد الكرة في تاريخ مصر في تاريخ مصر في تاريخ الرياضة المصرية حد حاول حتى يحله حاول حتى يحله إيه هي المشكلة الكبرى؟ قطاعات النشئين في مصر قطاعات فاشلة فشل واضح وصريح لأي حد فشل زريع طيب ليه فشل زريع؟ نعرف الأسباب الأول فشل زريع عشان فيه مدربين مش مؤهلين بيدربوا الأشبال واللعبين النشئين فشل زريع إن قطاعات النشئين في مصر أغلبها مجملات فشل زريع لإن مساويات النشئين ما فيش اهتمام بها فشل زريع عشان النشئين دول ما بيطلعوش لعبين جيدين للفرق الأولى أو للمنتخبات فشل زريع عشان قطاعات النشئين في مصر دي ما بتطلعش لعبين مؤهلين إن هم ما يلعبوا في أوروبا فده فشل واضح خلاص صح كده؟ طيب نحل لها إزاي؟ أول واحد بسم الله الرحمن الرحيم بصفتك اتحاد الكورة سواء اللي موجودين دول الله أعلم هيمشوا ولا لأ الله أعلم يعني مش هادر أقول لك معرفش إحنا كلنا طالبنا مبالح إن هم بيطلعوش موجودين بس عادي جدا ممكن تشوفهم كمين عادي معرفش سواء اتحاد الكورة الحالي أو الناس اللي هيجوا بعد كده لو سمحت أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده قول أولا ما فيش حاجة اسمها مدارس ناشئين أو قطاعات ناشئين في مصر اللاعب الصغير لما يروح نادي يتقلوا هاد فلوس عشان تلعب طيب تسمعين الكورة دي دلوقت كتير قطاعات الناشئين في مصر في كثير من الأندية عشان ابنك يروح يلعب بتدفع فلوس مش أكاديميات طيب أكلمك على مدارس كورة في أندية مشهورة في مصر تدفع فلوس مش بفلوس كمان من تحت الترابيزة مش بقولك رشاوي لأ أنا بقولك الاشتراك اللي هو هتدفع الاشتراك عشان ابنك يلعب كورة وبالتالي لو أنت بتعرف تدفع الاشتراك وابنك بقعافش يلعب كورة هو اللي هيلعب ولو واحد تاني ابنه بيعرف يلعب كورة بس معهوش فلوس مش هيلعب فكده احنا دمرنا مواهب أدي واحد تحد الكورة يلزم كل الأندية في مصر مفيش حاجة اسمها في قطاعات الناشئين ومدارس الكورة مقابل الماد لو أنت عايز بقى فلوس اعمل أكاديميات كده على جنب بس قطاعات الناشئين دي حاجة مختلفة اتنين ودي الأهم لو سمحتم يا جماعة مدربين قطاعات الناشئين ماينفعش أبدا أبدا يكونوا بالمجاملة تحديدا قطاعات الناشئين ليه ماينفعش لعب معتزل بتقوله إيه أنا هكرمك وديك فرقة مش عارف 17 سنة ماينفعش لعب معتزل لو لقل فرقة 15 سنة طب هو ده مؤهل طب ده خد كورسات تدريب طب ده عنده كورسات في التعامل مع الأطفال والأشبال طب ده راجل اشتغل قبل كده مع أعمارس الناشئ شبه دي تفاصيل كثيرة فحضراتك تحط اشتراطات على الأندية تقول لهم أنا مش هوافق مش هوافق إن يبقى فيه مدرب عندك مش هوافق يبقى فيه مدرب عندك ما تخطاش كل الاختبارات اللي هي مثلا واخد رخصة سي مثلا واخد رخصة في التعامل مع الأشبال واخد مش عارف كورسات مش عارف في إيه ادي شروط للمدربين اللي بيشتغلوا في قطاعات الناشئين حط إيدك على فكرة أندية خاصة أو حكومائية أندية دولة أو أندية خاصة ما تقوليش أنا منيش دعوة لأ لازم يبقى ليك دعوة واللي مش عاجبه ما يشتركش واللي مش عاجبه مش هيبقى معنا لازم يكون عندك مراقب على الأقل مراقب واحد في اختبارات الأندية كل سنة قول مثلا لنادي الأهلي قول له أنا هبعط لك مراقب يبقى في الاختبارات اللي هي أيام التلات والأربعة والخميس اتنين وتلاتة واربعة وخمس سنة مثلا يعني هيبقى عندي مراقب نفس الأمر في الزمالك نفس الأمر في إسماعيل نفس الأمر في برامز نفس الأمر في زد أي نادي في مصر بس تبقى أنت شايف وعارف إيه اللي بيحصل في مجملات ولا لأ هتقول لي أكريم تماما أنا كاتتحاد كورة نمالي ما كل واحد بقى كل نادي واللي يختاروا يختاروا يا فندم لأ يا حبيبي لأ والله اللعيبة اللي بتخش بالمجاملة ديت بعد كده منتخم مصر ما بيلاقيش لعيبة وإحنا هناخد منين منتخم مصر ياخد لعيبة منين ما هو من الأندية لو الأندية مشتغلتش كويس أنت القسران فما ينفعش تشيل إيدك تقول لها من ليش دعوة لأ ليش دعوة فدي أول واحدة قطاعات الناشئين في مصر لابد أن يتم مراقبتها بشكل واضح وصريح من اتحاد الكورة ويتحط شروط شروط ومعايير لقطاعات الناشئين في كل الأندية ترجمة نانسي قنقر